بالمناسبة أنت مع فكرة تغيير في نظام الجدول الدوري ولا بالشكل الطبيعي؟ بص مع شكلها الطبيعي اللي بيعملوه ده أعتقدش هيبقى الدنيا أحسن حاجة يعني أنت هتلعب النهاردة 34 متش هتبتدي إمتى؟ في نص عشر حسب الماقيل يعني أو سوريا في 21-22-10 هتلعب 34 متش إمتى؟ إمتى؟ هتلعبهم إمتى؟ عندك توقفات للمنتخب تمام؟ عندك الأهل والزمالك بيلعب أفريقيا؟ هتبقى فيه تأجيلات؟ هل النهاردة هتقدر تلعب 34 متش دول؟ وتخلصهم في 30 ستة اللي جاي؟ نا استحادة فممكن أنا سمعت أن فيه تصويت على قصة أنهم هتتعمل مجموعتين بنظام العشرة الأوائل المحادي أو دور واحد أو دورين بالشكل الطبيعي؟ دور واحدة تبقى صعبة شوية أعتقد يعني أعتقد دور واحد ممكن تبقى صعبة شوية بس ممكن تتعمل دورين أو دور واحد وياخد عقر الأولين يلعبوا على الصدارة والتانين يلعبوا علىهم ماشي بس نفس النظام بتاع السنة دي لو تلعب السنة الجاة هتخش في كارسة تانية مرة أخرى الأمر صعب جدا 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 لازم يبقى فيه يعني توقف احنا اخد بالك الكلام ده وبنكلمه بقى أنه قديه أربع سنين أربع سنين احنا بنقول إيه يا جماعة لازم وقفة لازم جدول محترم لازم تراعي لازم يبقى فيه التزاب بالجدول سنة استثنائية تمام للدورة العامل مصري عشان نرجع زي بقية الناس تمام نهار مش معقول يا جماعة النهاردة الدوري استخلصان من أسبوعين والعالم كله ابتدى يعني أن دور في مصر خلص والناس ابتدت برا أصلا الدور الجديد ناس ابتدت واحد تمانية وانت خلصت عندك 15-8 تقريبا يعني الدور العامل مصري فالأمر صحب جدا انت ماشي بتلعب في حتة لوحدك خالص تمام فانت لازم يبقى فيه سنة استثنائية حتى لو دوري من دور واحد ويتعامل بنفس النظام انت بتتكلم فيه شرحته من شوية علشان خاطر نرجع نبقى زي العالم كله في كل حاجة مش معقول الأهل يخلص 15-8 ويخش يلعب فريقيا تاني النهاردة من أربعة ايام فين جدوى للروحة بتاعه؟ طب لو الأهل النهاردة كان لحد الماتش الأخير بينافس في الدور الأخير مرايحش العيد هتعمل ايه؟ انت كمدير فان هتشغل ازاي؟ هتخلص عليهم بقى خلص؟ هتعمل ايه؟ هل انت هتريح أسبوعين وتيجي تعمل فترة أداد أسبوعين عشان تخش على بطولة أفريقيا؟ هيبقى الأمر في منتقى الصعبة عن مدير فان وعايز أقولك الحاجة الأقل هيعاني السنة دي برضو من الحتة دي لأن انت برضو فترات الراحة ما كانتش كفاية وفتر التعداد ما كانتش برضو كفاية بالنسبة للأهل السنة دي ومارسو كله يتكلم في الجزائي دي طبعا ده وضع طبيعي بس الراجل عمل تدور كويس يعني بيعمل تدور طول الوقت كويس مهما عملت في الملعب يعني بيتمرر يعني بياخد أحمال بدنية يعني بيلعب ماتشات ودية يعني بيشتغل يعني عنده تركيز عالي جدا فده كمان بياخد من قدرات اللعيب انت شفت السنة اللي فاتت آخر مثلا عشر ماتشات للأهل انت بص المستوى البدني بيبقى عالي جدا تيجي الشروط التاني المستوى البدني بيقل كتير بيقل كتير جدا ده برضو حمل بدني رهيب رهيب هل انت هتقدر انت كمدير فني تفضل ماشي بالشكل ده؟ لا طبعا